أعزائي المشاهدين أبنائي وبناتي الطلبة أهلا بيكو في حلقة جديدة من في بيتنا مدرسة النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن نوعية من نوعيات التعليم الفني وهي التعليم الفندقي وإحنا عارفين أو عايزين نتعرف عن التعليم الفندقي فبنقول إنه هو بينقسم لأربع حاجات أو أربع شعب مطبخ، مطعم، خدمات سياحية إشراف داخلي طبعا إحنا عارفين إن المطبخ يبقى هيطلع الشيفل اللي إحنا بيطهي الطعام أو بيعد ويجاهز الطعام عشان يصبح جاهز لإنه الإنسان يتناوله أو يكله المطعم بيتم فيه تقديم الطعام الخدمات السياحية هي المسؤول فيها أو اللي بيتخرج منه يبقى بيشتغل فيه شركات الطيران أو شركات السياحة في حجز التذاكر أو ممكن إنه هو بيكمل المسيرة وتبع الإرشاد الحاجات اللي زي دي قسم الإشراف الداخلي وطبعا ده قسمه مهم جدا بالنسبة للفندق أو أي منشأة حتى في البيت لازم النظافة وما ينفعش أي مكان ندخله ما يكونش نظيف هنختار النهاردة جزء من الأجزاء الأربعة اللي تكلمنا عليها وهي فن الخدمة اللي هو هيطلع أو هو التخصص بتاع قسم المطعم طب أنا عايز لما أدخل المطعم كجسد كضيف أو كواحد بيشتغل ألاقي فيه إيه؟ يعني إيه المواصفات المفروض إنها تتوافر في الناس اللي بتشتغل فيه؟ أي مكان أو أي منشأة فندقية لازم الأهم حاجة فيها هي النظافة أهم حاجة فيها هي النظافة لأن إحنا دايماً بنقول عندنا مقولة كده بنقولها إن العين بتاكل قبل الفم يعني أنا لو شفت منظر بعيني مش حلو بالتالي أنا مش هيجيني القابلية إن أنا آكل أو أتناول الطعام على العكس إن أنا لو دخلت مكان لقيت المكان ده مكان نظيف لقيت الناس اللي بتشتغل فيه الزي بتاعها المقابلة لطريقة الكلام الابتسامة البسيطة الرئيئة اللي بتعبر عن الترحيب بالجسد أكيد أنا بقى رايح المكان ده وأنا مبسوط إن أنا هدخله وهتناول فيه الأكل مش بس الأكل لو أنا دخلت فندق وفي البهو بتاعه في الاستقبال في الريسيبشن ولقيت إن موظف الاستقبال مش بيعملني بالمعاملة الحسنة أكيد أنا مش هبقى حابب المكان مش هحابب إن أنا أكمل فيه إذن من بداية دخولي المنشأة الفندقية كفندق أي أن كان درجة الفندق أي أن كان نوع الفندق لازم بيتحلى جميع العاملين بمجموعة من الصفات أهمها إن أنا أتحلى بالابتسامة أهمها إن أنا يكون المظهر بتاعي مظهر جيد لأنه إنعكاس لصورة الفندق إنعكاس لصورة المنشأة الفندقية طيب أنا لو اتكلمت على المطعم بصفة خاصة يعني أنا هخلي كلامي مواجهة دلوقتي للناس اللي حب أنها تتخصص مطعم أو تدخل مطعم الطلبة أو كضيف كجسد داخل المطعم إيه المفروض إن أنا أشوفه إيه المفروض إن أنا علي ألاقيه في المطعم ده قال لي أول حاجة يعني أبسط حاجة أنا وانا داخل أول حاجة عيني بتراها هو الشخص اللي هيستقبني إذن الشخص اللي هيستقبني لازم أهم حاجة يكون موجود في مجموعة من المواصفات تعالوا نشوف مع بعض كده الشروط الواجب توفرها في العاملين بقسم المطعم قال لي أول حاجة النظافة أول حاجة هي النظافة طيب النظافة بمعنى إن أنا أخد شوار كل يوم أستحمى يبقى رحتي حلوة في نظافة في زي وملبسي ما يبقاش في بقعة ما يفعش ألبس اليونيفورم بتاعي ويكون متسخ لإن ده إنعكاس إن باقي المراحل اللي جاية هتكون ما هيش كويسة أو ما هيش بالجودة المطلوبة أكيد أنا أول حاجة ببص عليها هو مظهر الشخص فمظهر الناس اللي هيقدم لي الأكل ده هيحطي لي الطبع على الماء ده هيحطي لي السلفر اللي أنا هاكل بيه إذن أنا لو أنا شفته ما هوش نظيف يبقى باقي الحاجة اللي اتحطت دي كلها ادتني انطباع إن كل حاجة ما هيش مظلوطة طيب يبقى بتلعب النظافة دور هام جدا يجب أن يكون الزي ينظيف خالي من أي بقع أو اتساخات طب تعالوا نشوف رقم اتنين قال لي الأيدي والأظافر طبيعي لازم يتم غسل الأيدي كويس قوي والدوافر تكون مقصوصة الدوافر تكون مقصوصة عشان ما تلمش تحتها أي أتربة أي أوساخ أي قزورات من عمليات التنظيف طيب غسيل الأيدي لازم غسيل الأيدي يتم بطريقة سليمة علشان أحافظ على الصحة والسلامة المهنية الصحة والسلامة المهنية كعامل بيشتغل وكجسد هياكل كضيف هياكل إزاي؟ لازم أخسل إيدي كويس قوي بإننا زي ما أكون بتيمن بالضبط يعني أبتدي إن أنا أخسل إيدي حلو قوي أخلي صوابعي تتخلل بعضها أبتدي أخسل كل صوابع على حدة أبتدي أخسل الإيدين كويس ما استخدمش بقى بعد ما غسلت وجففت إيدي ما رجعش أمسك بإيدي تاني الصنبور يعني المطبط بتاع الصنبور اللي أنا فتحته لأ أنا بفتحه بالإيد بالجزء ده كده أو لو عرفت أفتحه بالخوع بتاع إيدي وفي بعض الفنادق بتبقى عبارة عن إنها بتتتشم مجرد إن أنا أحط إيدي تحت المية فالصنبور بيشتغل وينزلي المية قال لي طيب رقم تلاتة قال لي نظفت الجسم بصفة عامة يعني إيه نظفت الجسم بصفة عامة؟ تعتبر نظفت الجسم أهمة جدا يجب الاستحمام يوميا كما ينبغي تغيير الملابس الداخلية على الدوام لمنع أي روايح طبيعي ما ينفعش إن أنا أخد شاور ويقلبس هدومي اللي أنا كنت لابساها قبل كده الملابس الداخلية ما هي كانت أنا كنت عرقان فيها صحي كده يبقى بالتالي لو لبستها مرة تانية هتبقى خطر على جسمي وهتكون روايح غير مرغوب فيها يبقى بالتالي لازم تغيير الملابس الداخلية قال لي البشرة ونظافة الوجه بيجب أن تكون البشرة خالية من أي بقع فالبشرة الجيدة يمكن الحصول عليها بإننا تناول الخضروات التازجة الفواكه التازجة إن أنا أكل أكل صحي إن أنا أشرب ميا كتير إن أنا أمارس الرياضة فبالتالي هتكون بشريتي بشرة نظرة وبالتالي إن أنا هقدر من العكاس بتاع الجسد علي إن وشي وشي في نظارة أنا حابب العمل إذا أنا نفسيتي مرتاحة فده كله إنعكاس للجسد اللي موجود عندي وخلي بالكو الجسد اللي جاي ما يعرفش ظروفك الشخصية إيه أنا ممكن أبقى خارج من بيتي وفي مشكلة عندي أو أنا تعبان أو حد من أهلي تعبان فبالتالي ده كله هيبقى ري أكشن أو انطباع على وجهي باين قوي الجسد ما يعرفش الكلام ده كله وما يهموش برضو الجانب ده هو يهمه إن أنت تقابله بترحاب يهمه إن أنت تقابله بابتسامة بسيطة رقيقة بتنم على إن أنت مبسوط وسعيد وبترحب به إنه هو جه المكان ده وفضل المكان ده عن مكان أخر ده صورة كده نشوف بيها ده من ناحية اليونيفورم أو الزي نظيف الزي شايفين البشرة بتاعتهم وقفين مبتسمين لابتسامة فده معناه إن أنا بقول ده الشكل اللي مفروض عليه يكون الطالب الفندقي اللي هيخرج لسوء العمل مؤهل إنه هو يكون بالشكل ده طيب الشعر يجب إن يكون الشعر منظم يعني أسرحه كويس ما يكونش طويل لإن لو طول فمعنى كده إنه ممكن يقع جوه الطبق ويقع جوه الأكل فده حاجة مش مرضية ولا حاجة كويسة وهتخلي العميل بتاعي مش مستريح بنغسله على الدوام علشان أتجنب إنه هو يبقى ريحته مش كويسة بيمشط جيدا علشان كل ما أنا بمشطه كل ما الدورة الدموية بتاعة راسي بتشتغل وفروة الراس بتبقى أحسن ونبعد القشرة عن الشعر فبالتالي هيبقى شعر جيد وشعر صحي وما ينفعش إن أنا ألمس شعري أثناء الخدمة يعني ما ينفعش أجي أقدم للجسد الطبق أو أكون بلمع في الفضيات أو ماسك كوباية أو ماسك كاز أو ماسك أي شيء وألمس شعري دي حاجة خاطئة جدا لو عملت الحركة دي فورا بغسل إيدي وبغسل الحاجة أو بستبعدها لحين غسلها مرة أخرى وإدي شكل برضو بيوريني إدي شعره مقصوص الشكل بتاعه عامل إزاي طبعا اليونيفورم بتاعه يونيفورم مختلف ولكنه نظيف وهنتكلم عن المرحلة اليونيفورم دي إنها بتختلف من فندق لآخر تعالوا نشوف بعد كده الأسنان السليمة والفم النظيف عنوان الصحة الجيدة إن إحنا بيجب أن إحنا نخسل سناننا بصفة دورية على الأقل مرتين في اليوم ولابد من زيارة الطبيب على المرة كل ست شهور ليه؟ السنان لو أنا سناني تعبانة هتسببني صداع هتخليني واقف أشتغل مش برحتي هتخليني واقف تعبان طول الوقت أنا زهني كله في سناني لتعباني يبقى لازم علي أن أنا أزور الطبيب ولازم أخسل سناني علشان ما يبقاش فيه روائح كريه العناية بالقدمين يجب غسلها جيدا مرتين على الأقل يوميا الأظافر تكون مقلمة يعني مقصوصة الحزاء يكون مريح الجو رب يتغير مرتين في اليوم على الأقل علشان ما يعملش ريحة كريه طيب الوقوف يجب أن تكون القامة معتدلة يعني ما ينفعش أقف كعامل جوه المطعم أي أن كان الوزيشن بتاعي الوظيفة بتاعتي أقف عشان أنا تعبت من الوقفة وما أركن على حيطة ورايا أو أركن على رجلي أو أقف ميل لا أنا الوقفة بتاعتي القامة بتاعتي قامة مستقيمة علشان أنا واقف على أهبة الاستعداد وما ينفعش أن أنا أبقى واقف بطريقة فيها أي شيء من الارتجالية أو الشكل الغير مرغوب فيه لأن أنا داخل المكان عايز أشوف شخص واقف قدامي شخص راقي شخص مظهره جيد ووقفته جيدة كل حاجة فيه حلو طيب أدي شكله شايفين أنه هو واقف إزاي طبعا حطت الفوطع على إيده لابس مريالة لأنه هو ده بيشتغل في قسم البار أو الصاق يعني وهي نفس الكلام لابسة اليونيفورم الخاص بيها وشايلة على إيدها الكاسات ده برضو صورة تانية بتوريني اليونيفورم الخاص بالعملين في المطعم كمضيف بقى ويتر طبعا كل حاجة ولها أو كله بوزيشن ولو زي معين بس إحنا بناخد الأشكال أو إزاي اليونيفورم يكون نظيف إزاي اليونيفورم بتاعنا يكون كامل إزاي زينا شعرنا كل حاجة إحنا بنقول عليها أو تكلمنا عليها الأضافر الإيدين كل حاجة نظيفة دي برضو شكل تاني من اليونيفورم دي لابسة الجرافطة التانية كانت لابسة ببيون السديري الأميس شعرها زي ما إحنا شايفين لما شعرها يعني معناها إنها مستايبة الشعر فمعنى كده إنه ممكن يقع في الأكلة أو المشروبات اللي شايلها تعالوا بعد كده لطريقة التحدث طريقة التحدث يعني إزاي طريقة إلقاء الكلام على الجسد مفروض إن أنا صوتي ما يكونش عالي يسمع الجسد الجنبي في الترابيزة الجنبي ولا يكون منخفض بحيث إن الجسد يفضل طول الوقت يقولي إيه؟ أو مستمعني لا هو صوتي متوسط اللي هو الطبقة أو التون بتاعته تكون التون المعتدل اللي هو يسمعني بيه وغيره ما يسمعنيش بتحدث طبعا بلباقة بطريقة حسنة بتكلم بأسلوب راقي بتكلم بكل شياكة طبعا أجيد أكتر من لغة علشان أنا مش بتعامل مع جسد من نوعية واحدة أو من لغة أو من بلد واحدة فبالتالي كل أحد ولو الكالتشر بتاعه استقافة بتاعته اللانجوش بتاعته فلازم أبقى أنا عندي كل الحاجات دي في الطبيعة بتاعتي أو في ذهني وأنا بتعامل مع كل جسد حسب المكان اللي جاي منه طبعا لازم يكون على علم بتحضير الأطباء الطبق ده عشان لما يجي أسأله وأقوله والله مكونات الطبق ده إيه ممكن يبقى الاسم مختلف عندي أنا عارفة مثلا المساقعة بالبشامل مثلا ممكن تبقى مكتوبة عندي في القيمة مساكة يعني معناها إنها مساقعة بالبشامل بس أنا مش عارف فمعنى كده إن أنا لازم أبقى عارف مسميات الأطباء طريقة المكونات بتاعت العمل عشان لما الجسد يسألني ما بقاش واقف قدام وقوله مش عارف ما ينفعش أقوله مش عارف كلمة مش عارف مش في قمصنا يعني المفروض علي المعارفة على الأقل إن أنا بقرأ الحاجة أكتر من مرة بتصقف يبقى عندي ثقافة آف أنا ما اشتغلتش مطبخ أو ما نيشت خصص مطبخ بس أعرف إيه مكونات الأطباء إيه طريقة العمل بتاخد قد إيه وقت في التسوية علشان افرض إنه هو جسد جاي مستعجل وطالب طبق الطبق ده ممكن ياخد ربع ساعة على بال ما يخرج له وأنا وقتي عشر دقائق مثلا مثلا أنا بدي سي توقيت يبقى أنا مفروض أقوله لا الطبق ده هياخد ربع ساعة فهيبقى فيه تأخير خمس دقائق لو حضرتك تقدر إن أنت تستنى يبقى أنا كده بوضح له كل المعلومات اللي هو عاوز هذه شكله هو بياخد المينيو طبعا مقدم له المينيو وبياخد الطلبات من الجسد وده طبعا بيكون إما الهدويتر أو اللي هو مدير الصالة أو الكابتن يعني هو اللي بياخد الأردر من الجسد قال لي عشر حاجة لازم إن هو يكون ملتزم بمواعيد العمل المحافظة على مواعيد العمل دلالة على احترام العمل يجب أن يكون المطعم مجهز لاستقبال الضيوف قبل وصولهم بوقت كافي بيكون العاملين متواجدين داخل المطعم لاستقبال الضيوف يعني ما ينفعشي إن أدخل المطعم ولاقي الجسد أو أنا أدخل بعد ما الجسد ييجي أو أروح متأخر أو أروح ويبقى لسه المكان ما هواش معد لاستقبال الضيوف دي حاجة مش مقبولة أنا مفروض إن أنا جسد رايح المطعم ده بيفتح الساعة عشرة أنا من الساعة 9 بروح أزبط حاجتي بعمل فتح للصالة بشوف حاجتي أدواتي كلها جهزة مفروشة حاجتي كلها كاملة بغير اليونيفورم بتاعي طبعا أنا جاي بهدوم الخروج بتاعتي عادي بروح ألبس ممكن أخد شاور كمان قبل ملبس الزي بتاعي واليونيفورم بتاعي بعد ما أكون عملت التجهيز الأخير للصالة بقف استقبال العميل قال لي بعد كده رقم 11 وهي الأمانة الأمانة دي بقى مهمة في كل الأقسام مش بس في قسم المطعم ولكن أنا هتكلم عليها بصفة خاصة في قسم المطعم علشان هو ده اللي أنا بتكلم عليه النهاردة الأمانة شيء أهم جدا لو أنا باكل وقمت مستعجل نسيت موبايلي نسيت مفاتيح عربيتي نسيت البطاقة وانا المحفظة وانا بحاسب الحاجة دي كلها معروف إن أنا كنت قاعد على ما إيه ده رقم كذا الطاولة بتاعتي رقم كذا فبالتالي الحاجة بتتاخد بمنتهى الأمانة وتروح للكابتن الكابتن بعد كده بيحطها في الأمانات علشان لو لما صاحبها لو أنا بقى عارف الجسد ده والجسد ده جسد العميل دايم عندي بصفة مستمرة ممكن يكون عندي الاسم بتاعه ورقم التليفون بتاعه فبتصل عليه ولو هو ناسي أشياء وغير الموبايل هو جيه وطلب حكته وقال أنا ناسي كذا يبقى الحاجة بترجع له يبقى دي الأمانة ماينفعش أخد حاجة وحطها في جيبي زيها بالضبط ماينفعش يستخدم الفوطة للجسد بيحطها على بقه آآ أو بيمسك بيها بيمسح بيها إيده بعد الأكل وامسح بيها الأدوات الفضيات أو امسح بيها كاسات أو أمسح ألمع بيها الشوز بتاعي دي من ضمن الحاجات اللي مفروض إنها تدخل ضمن الأمانة ماينفعش إن أنا لإني ده أنا بخصر بخصر الفندق الحاجة وكمان بخص يعني بخلي الجسد اللي قاعد ده آآ هو مش شايفني آآ صعيح بس الأمانة فيني اللي بيني وبين ربنا الثقة فيني اللي الجسد تعطيهاني إني بقول إن أنا مفروض أبقى نضيف في تعاملاتي علشان كمان هو لما يجي يأكل يحس بالنظافة دي ويحس بالحاجة جيدة قدامه ماينفعش أخد مفرش كبير لسه جديد مفروش وأخده أستخدمه في مسح الأدوات ماينفعش أنا باستخدم الحاجات المفارش الأديمة البالية اللي هي مفروض إن هي هتتكهن وعملها أبدأ إن أنا أقطعها وفي قسم بقى الغسيل والكي والحاجات دي وبيخيطها ويعملها ويسرفلها وكل حاجة ويبعتها لي أستخدمها كفوط صغيرة في التلميع أو المفرش ككل أستخدمه للتلميع لكن ماينفعش إن أنا أستخدم مفرش كبير ولسه نضيف وأستخدمه في حاجة زي كده ده خطأ كبير جدا وده يعد برضو من خيانة الأمانة لإن مش الأمانة بس إن أنا بحافظ على حاجة الجسد حاجة المطعم من ناحية هتخلي صاحب المطعم يصرف أكتر أو يبقى عنده هالك أكتر فبالتالي يبقى أنا هنا خونت الأمانة طيب عندي كمان التعاون لازم يكون في تعاون بيني وبين زملائي في العمل علشان إحنا بنعم بنشتغل كتيم وركة يعني فريق عمل واحد ماينفعش إن أنا أشتغل لوحدي اللون لوحدي يبقى هفشل أنا محتاج لو في ضغط شغل عندي وواحد تاني واقف فاضي هيجي ساعدني يبقى بالتالي إحنا بنشتغل كفريق مش أنا اللي بنجح لوحدي لا الكل بينجح مع بعضه المنظومة كلها أو المنشأة كلها بتنجح بتعاون الجميع مع بعضه ماينفعش قسم لوحده كمان يشتغل لوحده ده فيه تعاون بين الأقسم وبعضها يعني المطعم علشان يشتغل لو عندي ترابيزة الأساس بتاعي الترابيزة بدأت إنها تتحرك من مكانها أو ما تبقاش الأرجل بتاعتها مستوية أو حصل إن الأساس في بعض الخلل القهرابة عندي مش مظبوطة التكييف مش مظبوط الحاجات دي كلها مين اللي هيعملها لي اللي هيعملها لي قسم الصيانة طيب أنا عايز المفارش والفوض تتغسل مين اللي زي اليونيفورم العاملين مين اللي هيخسله ما هو قسم الإشراف الداخلي اللي هو اللندري اللي هو جزء من الإشراف الداخلي إذن هنا الأقسام بتتعاون مع بعضها عشان المنشأة الفندقية تنجح لكن لوحدي قسم لوحده ما بيشتغلش عامل لوحده ما بيشتغلش أو موظف لوحده أيا كان البوزيشن بتاعه لازم نتعاون مع بعضنا علشان المنشأة كلها تنجح حتى لو كان المطعم ده مطعم مش داخل فندق ممكن يكون مطعم منفصل يعني أنا معايا رأس مال وعمل مطعم زي المطعم اللي احنا بنشوفها مطعم خدمة سريعة مطعم وجبات سريعة مطعم أي أن كان المطعم نوعه إيه فده مطعم مستقل بزيته لازم اللي بيشتغلوا فيه يكون عندهم روح التعاون مع بعضهم علشان المكان ينجح مضغ اللبان ما ينفعش إن أنا أنضغ لبان أو أكل أي شيء داخل المطعم خاصة أثناء الخدمة إزاي يعني ما ينفعش أقف قدام الجسد أخد منه الأردر بتاعه أو أنزله الطبق أو أملاله كاس المية أو أنزله العصير أو بعمل دبرساج يعني بجي للأطباق أو بقدم له الفطورة ونواقف أمضغلبان عيب قوي مش حلوة خالص يعني دي حاجة من الحاجات اللي احنا بنقول غير لائقة إنها تحدث في مكان العمل ما ينفعش إن أنا جوعة أقوم أأكل أي حاجة أو واقف في المطعم في مكان عملي أكل حاجة لأ ما ينفعش أنا ليا وقت مخصص في الوقت العمل ووقت الراحة بروح أتناول الوجبة بتاعتي في المكان المخصص ليا وبعد كده لياس طرحت العاملين وبعد كده برجع لمكان العمل بتاعي مرة تانية طيب العطس أو الكحة ما ينفعش بتفادة إن العطس أو الكحة أثناء الخدمة بقدر المستطاع وفي حالة الضرورة القصوى بيجب وضع منديل على الفم ثم غسل الأيدي بعد الاستعمال وكمان ما هوش مستحب كمان إن أنا أستخدم منديل أثناء عملية العطس الأفضل إن أنا أعطس في الجزء ده كده من الكم المنديل يعني معناها إن أنا لمست أنفي المنديل كذا فما بتبقاش شيء مش مرغوب فيه بحاول بقدر الإمكان لو حسيت أن حاجة زي دي هتحصل أخرج بره المكان خالص وابتدي إن أنا أتعامل واخسل إيديا ويكون عندي أمانة وعندي ضمير فإن أنا عملت حاجة زي كده لازم أخسل إيديا لإن أنا هتعامل مع جسد الأكل هيوصله في معدته فبالتالي لو حصل أي شكل ولو حصل أي حاجة يبقى أنا السبب فيها طيب البقشيش بقى البقشيش ده اللي احنا بنسميه تيبس ما ينفعش إن أنا أبقى وقفة قدام الجسد ومحسساه إنه لو ما دنيش تيبس أنا مش هتعامل معك كويس المرة الجاية لو جيتني التيبس ده آخر حاجة أنا بفكر فيها أنا بتعامل مع الجسد علشان أرضيه الجسد اللي جايني جاي علشان يدفع مبلغ من المال قدام إنه هو ياخد واجبة إنه هو ياخد وقت يستمتع بيه فبالتالي أنا بقدم له كافة أنواع الراحة اللي هو طالبها مقابل المبلغ اللي هو هيدهوني اللي هو تمن الفاتورة الدني بقشيش وتيبس لي أنا أوكي مفيش مشكلة أنا باخده وبشكره عليه الدهوني جوه اللي هي الكاشير يعني وقت الحساب مع الفاتورة أوكي مفيش مشكلة التبس ده بقى لو هو حطه جوه المحفظة اللي هي اللي احنا بنسميها الكدايب اللي احنا بنقدم فيه الفاتورة بنديل طبعا بيتجمع كله وبتحط في صندوق وبعد كده بيتوزع على العاملين كلهم بالتساوي لكن إداني أنا تبس خاص بي في إيدي لي حاجة تانية أوكي مفيش مشكلة بس أنا حسستي بقى إن أنا بتعامل مع الجسد اللي هيديني تبس بطريقة مختلفة عن اللي مش هيدين لا كلهم جايين ياخدوا راحة ياخدوا خدمة جيدة وعلي أن أنا قدمها لهم بدون مبصر عملية التبس أو البقشيش المصوغات عدم لبس مصوغات وده بيسر يا بقى على الأنسات والسيدات والرجال بكل الأخصان مسموح بس بدبلة الخطوبة أو دبلة الزواج وساعة اليد وغير كده طبعا ممنوع إن أنا السيدات أو البنات تطلي الأظافر تطول الأظافر طبعا الناس المدخنة اللي هم الشباب المدخنين اللي بيشتغلوا في المطعم مفروض عليهم إنه هم بعد ما بيتناولوا السجارة في مكان هو الاستراحة بتاعتهم بيخسلوا قديهم كويس قوي علشان يشيلوا أي نيكوتين موجود في الأياء دي لإنها إحنا عارفين إن إحنا لو هو بمعتاد على إنه بيشرب سجاير النيكوتين ده بيبقى موجود في الأصابع الريحة بتاعته موجودة في الصابع فلو هو مسك حاجة الجسد وقدمها له ريحة الدخان دي هتبقى موجودة ودي إحنا جايبين شكله وهي بتقدم الجسد بياخد منها دي برضو ويتر موجود جوا المكان بتقدم المأكلات للجسد والجسد هو اللي بياخد منها الحاجة اللي هو عاوزة حسب النوع ده نوع تاني هو مقدم له القيمة بتاعت الطعام ومستني منه إنه هو يقول له إيه الطلبات بتاعته وهنا إحنا ملاحظين إن هنا بقى ما فيش حاجة اسمها الكابتن أوردر دلوقتي بقى في حاجة إلكترونية بالقلم كده على الشاشة بيكتب الحاجة والحاجة دي بتوصل للمطبخ وبتوصل للكشير عشان يعرف هو أخد إيه برضو ده صورة تانية كده بتبين برضو نفس الكلام هنا بتخدم البنات أو الأطفال الأول آآآ وبعد كده هنا هو بي آآ بيقدم إيه الطبق ليه السيدة اللي قعدة طيب تعالوا نشوف مع بعض كده الهيكل الوظيفي بقى في إقدارة الأغذية والمشروبات مين اللي بيشتغل في الهيكل بتاع الأغذية والمشروبات أنا ما قلتش هنا مطعم لسه ما خصصتش مطعم آآ احنا عارفين إن الأغذية والمشروبات اسمها يعني آآ قسم الأغذية والمشروبات يعني مطبخ زائد مطعم مش مطعم بس لأ هو مطبخ ومطعم إذن لتنين مع بعض علشان يكونوا لي حاجة اسمها اللي هي طيب تعالوا نشوف كده الهيكل التنظيمي ده بتكلم عن إيه أول حاجة لازم يرقصها مدير عام للمكان كله مدير عام الفند طيب يا ليه مدير الأغذية والمشروبات اللي هو بعد كده مساعد مدير الأغذية والمشروبات اللي هو المساعد ده بيبقى يرقص ثلاث آآ وظايف رئيس الطهاء ومدير الإعداد قسم الإعداد والتجهيز ومراقب الأغذية والمشروبات طيب المال مين اللي بيقع تحت آآ المدير بتاع الأغذية والمشروبات على طول اللي بيبقى هو آآ تحت الرئاسة بتاعته قال لي عندي مطعم مدير المطعم الرئيسي عندي مدير خدمة الغرف عندي مدير النادي الليلي عندي مدير البرات وحمامات استباحة وعندي مدير الكافي شوب يبقى تعالوا نقول تاني إن قسم الأغذية والمشروبات اللي هو food and beverage management عبارة عن قسمين قسم مطبخ وقسم مطعم آآ هنا بيرقص الهيكل الوظيفة للأغذية والمشروبات ككل مدير عام الفندق لازم يبقى فيه مدير اللي هو الطب اللي هو أرجع له لما يكون فيه مشكلة عندي اللي هو مدير عام الفندق طيب مدير عام الفندق هيرقص مين أو اللي تحت منه في الوزيشن مين مدير الأغذية والمشروبات اللي هو food and beverage manager طب المدير ده هيشتغل ل24 ساعة عمره ما يشتغل ل24 ساعة إذن هنا لازم حد ينوب عنه أو حد ياخد جزء من الوظيفة دي أو يحل محله في حالة غيابه طيب مين اللي هيحل محله في حالة الغياب اللي الاسيستنت food and beverage manager اللي هو مساعد قسم مدير الأغذية والإيه والمشروبات تمام طيب المساعد ده بيقع تحت منه كموظيفة قال لي ثلاثة رئيس الطهاء ومدير قسم الإعداد والتجهيز وعندي كمان مراقب للأغذية والمشروبات إما المدير للأغذية والمشروبات تحت منه مين قال لي بقى فيه عندي مدير للمطعم الرئيسي فيه عندي مدير لحمامات السباة البار وحمامات السباحة مدير للكافي شوب عندي مدير كمان لخدمة الغرف ومدير النادي اللي تمام كده يبقى ده الهيكل التنظيمي المين للأغزية لقسم الأغزية والمشروبات طيب المال اللي جاي بعد كده ايه بقى طاقم الخدمة بيه اللي هو التدرج الوظيفي في المطعم بقى طاقم الخدمة بالمطعم يبقى انا خدت الهيكل الوظيفي ككل للأغزية والمشروبات هخصص منه طاقم الخدمة الموجود في المطعم واشوف التدرج الوظيفي بتاعهم مين طبعا أنا جايبة هنا صورة ليه طب اللهم هنا كده لابسين اليونيفورم بدلة وهي لابسة تيير كامل أو لابسة بدلة فهنا هم دول اللي هم المانجر اللي هم المديرين بتوع الأغذية والمشروبات دول الويتر وده معاه مدير الأغذية والمشروبات هنا بيديهم بريفنج أو نوع من أنواع الاجتماع المصغر اللي هو عبارة عن بيبقى حوالي ربع ساعة قبل بدء العمل علشان يشوفهم ويشوف الشكل العام بتاعهم الزي الشعر الأظافر الشوز الاستحمام الروائح كل حاجة بيتمم عليها بيشوف الغياب والحضور بتاع الناس اللي موجودة معاه علشان يعرف مين غايب مين هيحل محله في العمل بيقولهم خطة العمل اليومية اللي هو هيشتغل فيها برضو ده شكل تاني يعني جايبة هنا الشيفة ها ومعاه الناس اللي هي الويترات اللي موجودة في المطعم إذن هنا القسم الأغذية والمشروبات بينقسم لمطبخ وإيه ومطعم طيب هنا دي أيام الكورونا بقى احنا شايفين كمامة هي يعني هنا الويتر لابسة كمامة إذن هنا أيام الكورونا فهنا حرصا على نفسها وعلى الجسد اللي موجود فهنا مقدماله العصير أو مقدماله المشروب اللي هو طلبه وريحة أنها هتقدمهوله برضو ده دول اللي بنسميهم الساقي اللي هم اللي بيشتغلوا في قسم البار أو اللي هو اللي بيقدم المشروبات طيب قال لي أول حاجة اللي هو مدير عام أو المدير المطاعم مدير المطاعم إذن بيرأس أكتر من مطعم طبعما اسمه مدير مطاعم يبقى أنا عندي في الفندق الواحد أكتر من مطعم بيقدموا أكتر من مطبخ لو أنا عندي مجموعة من المطاعم لازم لها مجموعة من المطابخ ماينفعش مطعم من غير مطبخ وماينفعش مطبخ من غير مطعم طبعما أنا في فندق إذن الاتنين بيقدموا بعض يبقى على قد المطاعم اللي موجودة عندي أي أن كان عددها فأنا عندي العدد بتاع المطابخ اللي بيخدمها طيب أنا عندي مدير المطاعم هو بيرقص أو هو المسؤول عن مجموعة من المطاعم طيب يجي تحت منه أو الـ position اللي تحت منه اللي هو مدير المطعم اللي هو المتر دوتيل ده مسؤول عن مطعم واحد بس ده مسؤول عن مطعم واحد بس طيب المدير المطعم ده هو بيحل محل مدير المطاعم في حالة غيابه المتري دوتيل كمان هو اللي بيستقبل الجسد بعد دخوله بعد ما المضيفة أو اللي في الاستقبال طبعا ما أنا بتكلم عن فندق خمس نجوم أو أربع نجوم يعني هاي كلاس فبالتالي هيبقى موجود في عندي حد بيستقبلني أو بيستقبل الجسد الأول وبعد كده ياخدوا من المتري دوتيل علشان أنه هو يوصلوا لغاية المكان اللي هيقعد فيه أو الترابيزة اللي هيقعد فيه ييجي بعد كده رئيس الصف رئيس الصف يعني مسؤول عن مجموعة من المواد مجموعة من المواد هو المسؤول عنها مسؤول عن الوترات اللي هتشتغل فيها مسؤول عن إعدادها وتجهزها مسؤول عن أنه يشوف كل حاجة مظبوطة قدامه كل حاجة كاملة حسب نوع القيمة اللي هتتفرش أو نوع الخدمة اللي هتقدم والكلام ده لسه هنقوله ييجي بعد رئيس الصف في عندي مساعد رئيس صف طالما فيه رئيس صف إذن مساعد له علشان في حالة غيابه يبقى هو اللي هيحل محله أو ينوب أو يساعده أثناء العمل بعد كده عندي مساعد صفراجي وده أقل شوية في البوزيشن بتاعه أو في الوظيفة بتاعته مساعد صفراجي مبتدئ اللي احنا بنسميه بقى تريني اللي احنا بنسميه مبتدئ أو متدرب ده ما ينفعش يا جماعة أنه هو ينزل في الصالة يقدم ليه؟ لأنه مكتوب عليه تريني مكتوب على النمتاج بتاعه تريني تريني يعني تحت التدريب بيتدرب لو قدم لي غلط أو قدم لي بطريقة غلط هنا هو مش هو الغلطان اللي أعلى منه هو الغلطان لأنه خلاه ينزل يقدم وهو تريني مفروض أن الجسد قاعد عايز ياخد الطريقة الصحيحة المثلة في التقديم والتحية وفي كل حاجة فما ينفعش أقدم له حد لسه تحت التدريب يقدم له الأكل بعد كده الساقي وده اللي بيبقى موجود في البار وده بيقدم المشروبات سواء كانت مشروبات كحلية أو غير كحلية مشروبات بردة مشروبات سخنة جميع أنواع المشروبات بيبقى مسؤول عنها الساقي ناجي تامن وظيفة اللي هو مسؤول أعمال التقطيع مسؤول أعمال التقطيع ده بيبقى موجود بس يعني في الفنادق الكبيرة بيقطع للجسد لو أنا بقى طلبة خدمة روسية بتحتاج مهارة وفن في إنما أقطع للجسد الأكل قدامه يعني أنا طلبت مثلا عزم ناس وطلبة فخدة أوزي مثلا فمعنى كده أن مش هو مش هيقدم لي الفخدة وقلت عامل أنت لا هو اللي بيعمل لي عملية التقطيع على الجريدون قدام الجسد قدام للناس كلها في قلب المطعم في صالة الطعام فبالتالي لازم يكون المسؤول عن أعمال التقطيع يكون متدرب جدا يعني يكون ماهر جدا علشان ما يبوص أولا الشكل يطلع مثالي في شكل الطعام علشان يطلع المقطع اللي هو هيقدمه لي بالشكل اللائق السليم ما يهدك ليش في اللحمة ويخليها تبقى تضيع مني أو تضيع منه جوه التقطيع ويبقى فيه هدر فيه عملية التقطيع طيب تعالوا نشوف أزياء العاملين بقسم الأغذية والمشروبات طبعا بتختلف أزياء العاملين في قسم الأغذية والمشروبات من فندق لآخر ومن درجة فندق لدرجة فندق تاني مش كله هو مش استنبه واحدة يعني مش زي واحد موحد لا أنا ممكن أعمل الزي هنا لونه بلون وعمل في فندق تاني زي تاني بلون ممكن أخلي حد يبقى لابس اليونيفورم بتاعه بدلة وببيون أو لابس سديري وأميس وبنطلون وببيون أو حد تاني أميس وزديري وبنطلون ومن غير لجرفات طولة ببيون إذن هنا الموضوع هنا الزي بحر واسع قوي وسيبينه هم براحتهم المطاعم الكلاسيكية أو اللي هي الفنادق الكبيرة غير المطاعم اللي هي الخدمة السريعة مثلا يعني مش هدخل عند مطاعم بتقدم لي وجبات سريعة هاخدها خلال دقايق معدودة حتى لو قعدت وكلتها مش هيبقى لابس الزي أو اليونيفورم الكامل زي ما هدخل مطعم في فندق خمس نجوم علشان أعود أتعشى أو أعود أتغدى فلازم يبقى اللي بيشتغل لابس اليونيفورم الكامل بتاعه مش معنى كده إن أنا بقول إن اللي بيشتغل في مطاعم الخدمة السريعة هتبقى اليونيفورم بتاعه غير لائق ومش نظيف لا الحاجات اللي إحنا الأساسية اللي تكلمنا عليها في كل الأشكال بقى لابس بدلة لابس أي لابس عميس وبنطلون لابس أي نوع من أنواع الملبس المهم إنه هو يكون بيتمتع بأن الزي يكون نظيف الزي يكون مكوي ما ينفعش يبقى لابس الزي مخصول ومن غير مكوى ما ينفعش إحنا بنلاقي إن بعض الفنادق ممكن تخلي العامل هو ليشتغل هو ليشتري الزي بتاعه وكمان يخسله ويكوي وبعض الفنادق الثانية الكبيرة هي اللي بتعمل عملية الشراء والغسيل والكي للعامل يعني مجرد إنه هو بس بيروح وقت الوردية بتاعته ياخد الطقم بتاعه أو اليونيفورم بتاعه مخصول ومكوي على اللبس بس هنا قال لي في بعض المطاعم يكلف العامل بشراء وغسيل وكي الزي الخاص بالعمل وفي البعض الآخر بتقوم المنشأة بالشراء والغسيل والكي دي برضو نفس الكلام صور لأزياء العاملين هنا صور مختلفة لأزياء العاملين برضو ده صورة تانية لأزياء العاملين مختلفة دول سيداتهم ده زي تاني شكل تاني من الأزياء برضو ده شكل آخر طبعا اللي لابس التوك ده يعني بيشتغل في المطبخ يعني يشيف اللي قدامه إن كانت السيدة أو الرجل فهم دول بنعتبرهم الويتر اللي بياخد الوردى طيب تعالوا نعرف مع بعض كده المطعم علشان وانا داخل المطعم ما بقى عارف انا داخل المطعم ده بيقدم لي ايه لازم ما بقى عارف ايه تعريف المطعم ده المطعم ده عبر عن اي منشأة اقتصادية بتقدم لي ايه بتقدم لي بتوفر للعملاء بتاعها كل ما يحتاجه من المأكلات اللي بيتم تجهزها وطهيها في قسم الانتاج وقسم الانتاج اللي هو المطبخ وتقدمها لهم بطريقة ترضي العميل اذا المطعم تعريفه انه هو اي منشأة اقتصادية بتقدم لي ايه بتقدم لي المأكلات بعد ما يتم تجهزها وطهيها في قسم الانتاج قسم الانتاج اللي هو قسم ايه المطبخ طيب انا طهيت جهسته وطهيت في قسم المطبخ اذا محتاج ان انا اقدم فين في المطعم هقدمه بطريقة لائقة ترضي العميل تمام كده يبقى ده تعريف المطعم طيب تعالوا نشوف مع بعض انواع المطعم هي لها انواع اه طبعا لها انواع كتير قال لي طيب اول حاجة منها هنقسمها لتلت انواع المطاعم هنقسمها لتلت انواع عندي مطاعم تقليدية وعندي مطاعم حديثة وعندي سلاسل مطاعم عالمية يبقى انا قسمت المطاعم لتلت انواع مطاعم تقليدية ومطاعم حديثة ومطاعم لسلاسل مطاعم عالمية قال لي طيب تعالوا نشوف كده المطاعم التقليدية بتنقسم لكم نوع قال لي تنقسم لاربع انواع اول حاجة منهم مطاعم البنسيونات طالما البنسيونات دي كانت موجودة زمان في الخمسينات بقى والستينات والكلام ده عبارة عن ممكن يبقى فندق مبني قديم او شقق عبارة عن شقق وحد بيأجر فيها غرف والصالة بتاعتها فيها الصفرة اللي الكل بيتجمع فيها يتناول الطعام بتقدم وجبتين معتدين يعني يفطار الفطار ده رئيسي يأما بتقدم غدا او عشا يبقى مطاعم بنسيونات العائلات دي وهي متخصصة لساكين البنسيونات عادة تقدم وجبتين اتنين طيب ايه دي الشكل منها مثلا ده بنسيون كبير اه بنشوف الاسنصير القديم اللي هو الباب الحديد بقى والاسنصير اللي بتقفل الباب بتاعه من الخشب الحاجات اللي هي العطيقة كده اللي هي ايه وفيه زي الريسيبشن يعني زي سالون كده بيجتمعوا فيه الناس اللي هما السكان بتولي البنسيون اذا هنا ده اسمه بنسيونات العائلات طيب نيجي بعد كده لمطاعم الفنادق مطاعم الفنادق بتهدف لتقديم تلت وجبات رئيسية التلت وجبات اللي بياخدهم الشخص فطار غدا عشا فطار غدا عشا خلال مدة اقامتهم وهي بتكون مجهزة تبعا لمستوى الفندق يعني انا فندق نجمة ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة ولا خمسة كل ما بيزيد مستوى الفندق كل ما بيزيد الخدمة كل ما بتزيد عدد العمالة اللي بتشتغل كل ما بتزيد عدد الغرف الموجودة في الفندق كل ما بيزيد عدد الضيوف اللي موجودين كل ما بتزيد انواع الخدمات اللي بتقدم تمام لكن من النجمة للخمس نجوم هي بتقدم كم نوع من انواع الوجبات ثلاث أنواع من الوجبات فطار غدا عشا طيب قال لي أدي شكل من الأشكال بتاعة المطاعم اللي موجودة فيه الفنادق ده شكل تاني ده شكل كمان صورة كمان بتبين الشكل شكله إيه أو المطاعم بتاع الفندق شكله إيه ده نوع كمان من الفنادق الموجودة أو المطاعم الموجودة داخل الفنادق طيب تعالوا نروح للمطاعم الكلاسيكي من كلمة كلاسيكي يعني حاجة كده عطيقة كده فيها رقي قوي فروادها نوعيات مختلفة من الرواد يعني مش أي حد هيروح للأماكن دي هي بتقدم المأكلات بجانب خدمة المشروبات بس بقى بيروح كون الناس اللي رايحانها رايحين بقى اللي رايح بالبدلة بالسموك اللي احنا بنسميه بقى لابس زي وزي العريس كده يعني السيدة بتبقى رايحة بفستان سوري عليه البلط الفرير أو عليه الفرير بتاعها بيتناولوا الأكل مع المشروبات ممكن انه هم فيه رأسه وصلوه يعني هو مطعم كلاسيكي بيروح علشان ياخد فيه وجبة ويرتاح ويسمع موسيقى مع الشموع يعني ناس كده ايه عايزة الهدوء وعايزة الرقي وعايزة حاجة معينة كده فبيبقى الأساس بتاعه أساس راقي أساس آآ آآ يعني بخلاف الخدمة الأساس نفسه بتاع المطعم أساس راقي قوي وآآ شيك قوي آآ هنا ده أشكال مختلفة ها ده زي ما احنا شايفين كده ضوء شموع ووارد وموجود عندي كرسيين على قد الناس اللي هتتعزم برضو ده نوع تاني من المطاعم الكلاسيكية طيب تعالوا بقى مروح لتالت نوع آآ أو رابع نوع اللي هو المطاعم العلاجية مطاعم العلاجية يعني آآ روادها آآ رايحين بغرض الاستشفاء أو نقاها من أمراض معينة آآ بيتقدم لهم طبعا آآ القواين بتاعة الطعام المينيو بتاعة الطعام بيكون آآ آآ حسب نوع المرضى اللي موجودين آآ حد بيعاني من سمنة حد بيعاني من ضغطة حد بيعاني من ألم معينة في المفاصل في سكر مش عارف إيه أمراض قلب إذن كل حد له آآ 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 معينة فبتبقى اسمها آآ آآ قوائم علاجية أو مطاعم علاجية علشان بعرض الاستشفاء آآ لرواد بتوعها آآ آآ ده منظر آآ لأنه هنا آآ آآ ده منظر آآ برضو المكان ده مكان آآ آآ للعلاج آآ ممكن الميا آآ الرمل بتاعت المكان آآ 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 بتبقى آآ 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 خاصة بالاستشفاء ده نفس الكلام صورة تانية بتوضح نفس الكلام اللي بنقوله ده برضو مكان برضو آآ خاص بالعلاج آآ آآ أو استشفاء المرضى آآ ده برضو نوع آخر صورة آخرى ده منتجع برضو آآ خاص بالمرضى آآ 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 ممكن المية الكابريتية بتعالج حاجة معينة الرملة بتاعته طيب نيجي بعد كده رابع نوع المطاعم السياحية قال المطاعم السياحية دي انتشرت بقى أثر على أثر إيه انتشار حركة السياحة بتقدم للسايح نوعيات من الأغذية والمشروبات بتتطفق وميوله ورغباته مع توفير الخدمة الجيدة وحسن الضياف احنا ما بنختلفش في أي نوع من أنواع المطاعم ولا أي نوع من أنواع القوائم بتاعت الطعام اللي بنقدمها على ان احنا لازم يبقى فيه حاجة اسمها الحسن الضيافة للجسد وان احنا نقدم له أعلى خدمة ممكنة لان احنا فتحين المطاعم وفتحين الفنادق علشان أكيد غرضنا منها ان احنا نربح طب هيبقى فيه ربح زي من غير ما قدم خدمة جيدة وهنا لو قدمت له خدمة غير لائقة مش هيجيني مرة تانية بالعكس ده هيدي سمعة غير جيدة للمكان فبالتالي احنا كلنا بنهدف لحاجة واحدة بس بنهدف ان احنا نحقق ربح وبان احنا نبقى فيه حسن ضيافة علشان منها هيبقى فيه حسن رضا للعميل الرضا ده أهم حاجة العميل يخرج من عندي عنده رضا كان زماني الاول نتصل بيه ونتطمن لحاجة الخدمة عجبتك مش عارف ايه دلوقتي على مواقع التواصل الاجتماعي السوشال ميديا بيكتب التقرير بتاعه او الريبورت بتاعه عن الفندق هل هو جيد هل هو وحش هل هو حلو وبالتالي انا كعميل اخر جيت عايز احجز فيه بشوف ببص كده على التقارير بتاعت العملاء الاخرين الضيوف الاخرين اللي راحوا بشوف والله كم تعليق حلو وكم تعليق نقصوا حاجات فيه حاجة نقصة فبالتالي بقت العملية واضحة قوي للجميع يعني كان الاول اه انا هخرج من المكان مش راضية هقول للاهلي وهقول للاسحابي لأ دلوقتي بقى الموضوع اكبر من كده والفندق بقى بياخد الريبورت بتاعه على الملأ في المواقع التواصل الاجتماعي ده برضو هنا ايام الكورونا ولابس كمامة هنا وبرضو رايح يقدم المشروبات للجسد وبنشوف هنا ان هو لابس اوميس ولابس ببيون طبعا والنمتاج بتاعه علشان موضوع النمتاج طبعا يعني ده حاجة مهمة ليه كان الاول انا بدخل انا مش معروفة فببتدي اعرف نفسي انا مثلا معاكل ويتر فلان لا دلوقتي من النمتاج بتاعي خلاص بقى اسمي على النمتاج طبيعي اول ما بدخل بيبقى معروف ان الويتر ده اسمه كذا الهوستس ده اسمه كذا الكابتن اسمه كذا كله من النمتاج اللي مكتوب هنا برضو بنلاقي صورة تانية هنا بتقوم بعملية الغرف اللي احنا بنسميها البنس اللي هو باستخدام المعلقة والشوكة وبتقدم القدرات للجسد على الطبق بتاعه طيب احنا خدنا المطاعم التقليدية وخلصناها طب نشوف المطاعم الحديثة كده قال لي المطاعم الحديثة بقى قال لي اول نوع من المطاعم الحديثة حاجة اسمها السناك بار السناك بار لو جيت اقول هقسمها لكلمتين السناك يعني وجبة سريعة زي ما بنسميها كده في البيت ايه انا هاخد تصبيره يعني على بال ما اما ما تخلص الاكل مثلا وانا راجع بدري فانا جعت فهاخد تصبيره اسمها سناك موجبات خفيفة طيب كلمة بار يعني ايه يعني كونتر مرتفع وفي كراسي قدامه انا بقعد عليها فبالتالي لو جمعنا الكلمتين مع بعض وهنقول سناك بار يعني وجبات خفيفة بناخدها على الكنتر واحنا قاعدين ده شكل بيوضح اه ادي الكراسي قدام الكنتر هنا اه وبيقدم اه وجبات خفيفة مع المشروبات برضو نفس الكلام الكراسي وقدامها الكنتر اللي بنتكلم عليه اه اه الشكل الموضح هنا ها برضو نفس الشكل هنا الكنتر اللي انا هطلب من عليه وممكن يبقى فيه كراسي اتناول عليها الاكل طيب قال لي مطاعم الخدمة الذاتية مطاعم الخدمة ذاتية يعني من الاسم كده الجسد هو اللي بيخدم نفسه بنفسه يعني ايه بيخدم نفسه بنفسه يعني انا اللي بياخد الصنية وعليها الحاجة اللي انا اخترتها وبامشي في صف كده طويل لغاية ما بوصل للكشير وباخد كمان الادوات اللي انا هحتاجها فيه الاكل سواء كانت السلفر اللي انا محتاجه او اي نوع من انواع الفضيات اللي انا هتناول بيها الاكل وبوصل بالصنية دي لغاية ومعايا المشروب وكل حاجة وبامشي في خط كده طويل كده لغاية ايه بمر على كل الاصناف بتاعت المأكلات بختار منها هو شبيه قوي قوي بالاوبين بوفي بالبوفي المفتوح يعني انا اللي بختار بس هي العملية ان هو هنا مغلف او الاكل الوجبة على بعضها كده محتوطة او انا بختار الوجبة دي عجبتني الوجبة دي عجبتني فبختار اللي انا عايزه مع مشروب مع اني خدت السيلفر او الادوات اللي انا هستخدمها وبوصل لغاية الكاشير احاسب وبعد كده اقعد على المائدة اللي انا عايز اقعد عليها ودي اسمها مطاعم الخدمة ازداتي هنشوف مع بعض هنا كده ادي شكل منها وزي ما انا قلت هي تشبه الاوبين بوفي ادي برضو شكل اخر منها برضو ده شكل اه للاوبين بوفي او للمطاعم الخدمة ازداتي طيب تعالوا نشوف بعد كده عندي مطاعم اسمها مطاعم استراحة الطرق يعني ايه مطاعم استراحة الطرق بتبقى موجودة على جانبي الطريق في الطرق السريعة بتبقى دايما موجودة عند البنزينة محطة البنزينة اللي بيمون منها الاشخاص السيارات بتاعتهم كنوع من انواع زي الحاجة الخدمة السريعة كده بتقدم خدمة سريعة واجبات سريعة مع مشروبات ايا كان النوع بتاعها حسب اختياراتي والحاجة اللي انا باخترها وبيبقى فيها اعداد بسيطة يعني وجنبها مكان او متسع متسع من الوقت علشان ان انا اركن الباركينج بتاع السيارات بتاعتي وباخد الوجبات اللي انا عايزاها حسب اختياراتي هنشوف هنا بعض الصور كده دي صور هيا للمطاعم للاستراحة الطرق نفس الكلام هنا على الطريق عاملين اشكال الاستراحة برضو نفس الاشكال وهنا مكان الباركينج وان شاء الله في نهاية الحلقة نكون وصلنا ان احنا عرفنا المواصفات اللي مفروض ان يتوفر في العاملين او بالمطاعم ازي الخاص بيهم انواع المطاعم وتكلمنا فيها عن المطاعم التقليدية والمطاعم الحديثة وان شاء الله معاكم في حلقة جديدة ان شاء الله نكمل مع بعض باقي انواع المطاعم والاشكال الموجودة فيها والاساس اللي موجود فيه طبعا في نهاية الحلقة بتمنى لكم التوفيق وبتمنى للجميع ان تكون الحلقة حلقة جيدة وموعد معلقاء اخر في بيتنا مدرسة اشتركوا في القناة